بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الاعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 5 اللي هو riveted joints وبنستكمل انواع failure اللي بيحدث في riveted joints اخر نوع عندنا اللي هو crushing of the blades وده اللي هو النوع اللي احنا بنسميه crushing stress او bearing stress وده بيحصل لما يحمل سطح اللوح مع سطح المصمار على الarea اللي انا بوضحها ده اللي احنا بنسميه crushing stress او bearing stress وده شرحنا في السابق في انواع الجهدات المختلفة sometimes the riveted don't actually shear off under the tensile stress ممكن انها ما يحصلش لها التنسile stress او الفلير يحصل نتيجة shear او تنسile stress but are crushed او نتيجة السحق due to this the riveted hole becomes of an oval shape بيحصل بيبقى واخد شكل بيضاوي بالشكل ده كده لانها بتتسع نتيجة الضغط ما بين المصمار وما بين اللوح and hence the joint becomes لوس وبتصبح يعني نقول ايه فيها حركة شوية نسبية ما بين المصمار وما بين اللوح طبعا البرامترز دي اتعرفنا عليها قبل كده التي اللي هو thickness بتاع اللوح التي اللي هو القطر بتاع المصمار السيجما سي هنا اللي هو permissible crushing stress او bearing stress البي سي اللي هو crushing resistance required لو احنا قلنا مثلا سيجما سي يبقى هتساوي البي سي على الاريا برضو الاريا c اللي هي crushing area والان هنا اللي هو بيمثل number of rivets او عدد مسامير البرشان هنا يمكن الشكل ده يوضح اكتر انه التحميل بيتم على السطح ده السطح الداخل ده كله مع السطح المواجه ليه من المصمار الاريا هنا انا بخدها اريا تقريبية لان طبعا الضغط بيحصل هنا باكبر قيمة وبعدين يخف عند الاطراف بالشكل ده فالاريا هنا بنقول انها بتساوي قطر المصمار في سمك اللوح اللي هو الت يبقى دي في الت هنا اللي هو بيمثل الاريا والن اللي هو بيمثل number of rivets وبالتالي البي سي بيتساوي الان في الدي في الت في ال اي سي ده كان اللي هو اخر نوع من انواع الفاليور اللي بيحصل فيه وصلات البرشام اخر حاجة او الكفاءة بتاعة وصلة البرشام ازاي ان انا بحسب كفاءة وصلة البرشام لاحظوا ان احنا قبل كده حسبنا البي تي والبي اس والبي سي هناخد هناخد بقى مين الاقل فيهم التلاتة الاقل منهم التلاتة هناخده ونخليه في البسط وبعدين هنعتبر ان الوصلة بتاعة البرشام عبارة عن لوح مفيش فيه اي ثقوب فبالتالي الاريا اللي بتشيل هنا اللي هي عبارة عن ايه بقى سمك اللوح تي في عرض اللوح اللي هو البي يبقى الاريا بتاعتي بتساوي البي في التي اللي هي هنا البيتش اما العرض الكل او البيتش في التي ضرب سجما تي يبقى ده كفاءة الوصلة بدون ثقوب فيها وروح حاطتها فين في المقام هنا واحسب الكفاءة ايتا اللي هي الاقل من البيتي والبي اس والبي سي في البسط والمقام باخد فيه كفاءة الوصلة بدون اي ثقوب فيها وبيحصل عندي الرقم اللي بيطلع بادربه في 100 عشان يطلع لي نسبة او كفاءة الوصلة بكده ننتهي من شابتر 5 اللي هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته